السلام عليكم طلابنا اليوم إن شاء الله وصلنا إلى ختام الفصل الرابع وحل أسئلة للفصل الرابع وإحنا اتفقنا سابقا أنه أسئلة ومسائل الفصل في هاي الفصول المتأخرة يعني من الرابع فما فوق كلش مهمات وعليها الحظة الكبيرة أو درجة الكبيرة بالوزاري فالسؤال الأول هو سؤال اختيارات والاختيارات عادة من الطلاب ما يقرواهن ما عرف ليش مع أنه درجة مات مضمونة تجيك ثلاث اختيارات تختار منهن اثنين كل واحدة عليها خمس درجات أغلب الأحيان بالوزاري دائما أكثر أحيان نمط الوزاري هي تيجي ثلاث نقاط كل نقطة بها ثلاث اختيارات أو أربع اختيارات عندك جاب نقطتين من نقطتين تختار واتحل الاختيار عادة هيكون نصا غالبا نصا تسعة وتسعين بالمئة تجيين الاختيار نصا ما عدا فقط الاختيارات اللي بيها أرقاهم محتمال تتغير فأتمنى اللي أتمنى منكم وترجاكم أنه تضبطون الاختيارات لأن حرامات عشر درجات سهلة وقريبة جدا من عندك وتتحاول تبتعد عنها السؤال الأول يقول اختر العبارة الصحيحة لكل من العبارات التالية أولا أن تيار الإزاحة اللي أخذناه سابقا يتناسب معه طبعا نحن نعرف أنه التيار الإزاحة التعريفة هو التيار الذي يتناسب طرديا مع المعدل الزمني لتغير في المجال الكهرباء إذن الاختيار الصحيح هو هذا الاختيار زيان بعد أن تذبذب الإلكترونات الحرة في موصل تنتج تنتج ما يسمى شي يسمى عفو الإلكترونات الذبذبة في موصل مثل ما صار عندنا بالأريل الأريل من الذبذبة الشحنات أنتجت لي موجات راديوية فإذن هذه الموجات الراديوية هي التي ينتجها أكيد لا أشعة سينية إحنا أخذناها أشعة سينية سابقا والموجات أشعة أشعة قاموة أيضا أخذناها أو الأفو راح نأخذه هذه راح نأخذها بالفصل الطياف الذرية والليزر إن شاء الله وهذا راح نأخذها بالفصل الأخير والموجات تحت الحمراء هذه ما عندنا في التطبيق عليها ولا فصل ذاكرنا به الشيء ثالثا يتحدد مقدار سرعة الموجات الكهراموناتسية في الأوساط حسب العلاقة ذات ذكرها اللي أخذناها اللي هي V تساوي خذناها V تساوي واحد على جذر إبسلون نوت إميو نوت فالسماحية الكهربائية والنفاذية وهو راح يكون مقلوب لأن واحد على مقلوب الجذر التربيعي هذا واحد على معناه مقلوب وهذا الجذر التربيعي فمقلوب الجذر التربيعي لحاصل ضرب مقدار السماحية والنفاذية الموجات الكهراموناتسية التي تستعمل في أجهزة الرادار يا موجات موجات الأشعة الدقيقة يعني بالمحاضرة السابقة سألفنا بها تتولد الموجات الكهراموناتسية عند حركة شحنات المعجلة الشحنات المعجلة باع لازم شحنات تكون عندي معجلة اللي تتولد أدي موجات كهراموناتسية سادسا للحصول على كفاءة عالية في عملته الإرسال والإسلام يستعمل هوائي طوله ويبلغ نصف طول الموجة وذلك لأن مقدار الفولتية أقل ما يمكن عنده نقطة التغذية زيان ليش ما قال ربع موجة ليش قال نصف موجة لأنه كلمة هوائي ويسكت معناه هذا هوائي غير مؤرب هوائي شنو؟ غير مؤرب لأن الهواي عدي نوعين هوائي مؤرض وهوائي غير مؤرب فالهوائي إذا قال هوائي وسكت فمعناه هذا هوائي غير مؤرب من مميزات الهوائي غير المؤرب أنه مقدار الفولتية أقل ما يمكن عند النقطة التغذية اللي هي في منتصف الهوائي راح تكون سابعا يمكن أن تعجل الشحنة الكهربائي في موصل عندما يؤثر عليها مجال كهربائي متذبذب مجال كهربائي متذبذب الثابت مي ولد لي مجال كهربائي ومجال مغناطس ثابت مي أي شيء ثابت مي ولد لكن لازم يكون عندي متذبذب يعني متغير في عملية تضمين التردد اللي هو Fm نحصل على موجة مضمنة بسعة ثابتة وتردد متغير هي أصلا نحن راح نثبت السعة ويتغير عندي التردد لأن هذا التغير شنو ترددي فالي راح يتغير عندي التردد فإذا سعة ثابتة والتردد متغير تعقص صبقة لعيون وسفير في الجو الترددات بين 2 إلى 30 ضمن المدى هاي شنو سميناها الموجات إذا تذكرون سميناها الموجات السماوية الموجات السماوية إذا تذكروها زيان إن عملية الإرسال والإسلام أو التسلم لموجات الكهرة المناطسية تعتمد على الدائرة المهتزة والهوائي وهذا السولفنا بها قلنا هوائي لها لازم لا ما بها مجال إهداعش في حالة البث الإذاعي تقوم اللاقطة الصوتية بتحويل موجات الصوت المسموع إلى موجات نسميها موجات سمعية يعني كهربائية بالتردد نفسه صورة التحسس الناية أو صورة التحسس الناية التي يعتمد فيها على مصدر الطاقة من القمر نفسها تسمى مصدر طاقة بالقمر نفسه يسموه صورة نشطة إذا على الجسم أو الأشعة المنعكسة من الجسم أو العفو المنبعثة من الجسم شيء يسموه صورة غير نشطة فإذا هنا هصولة نشطة السؤال الثاني هل كل أسلاك المموصلة التي تحمل تيارا تشعر موجات كهرومغناطيسية شرح ذلك؟ الجواب لا ممكن لهم بس اللي بها التيار متردد يعني متذبذب فقط اللي تحمل تيارا مترددا لازم تيارا يكون عندي متردد هي التي تشعر موجات الكهرومغناطيسية وذلك لأن حركة الشحنة في التيار المتردد تتحرك بتعجيل تباطئ إطارة وتسارع إطارة أخرى فرح تولد لموجات كهرومغناطيسية سؤال الثالث عندما تنتشر الأشعة الكهرومغناطيسية في الفضاء في العوساط المختلفة فماذا يتذبذب؟ كل المجالين الكهربائي هاي كلا هاي مو كلا هاي هناك كلا المجالين الكهربائي والمغناطيسية تذبذبان بطور واحد ومتعامدان مع بعضهما وعموديان على خط مسار الموجة أو انتشار الموجة حسب ما مكتوبين قوسيا من العوامل التي تحدث سرعة انتشار الموجة كهرومغناطيسية في العوساط المختلفة أخذناها سابقا بدرس السابق وقلنا أنه مقدار السماحية الكهربائية وأيضا مقدار النفاذية المغناطيسية حسب العلاقة خامسا يكون تسلم الموجات الرديوية في أثناء النهار لمدى أقل مما هو عليه في أثناء النهار الجواب يكون تسلم هذه الموجات في أثناء النهار أقل لأنه راح تنتج أو راح تنعكس الموجات من طبقة السفلة اللي هي الدي لاير وفي أثناء النهار هي هاي راح تصير الطبقة المسؤولة عن الانعكاس أو توهين الموجات فيكون تسلم غير واضح بينما بالليل هاي الطبقة تختفي فراح يكون العكاس من طبقة الاف لاير طبعا الحدلان الأسئلة كلها مهمات وكلها جعيات وزاري السؤال السادس ما الفرق بين صورة النشطة وغير نشطة تعرف لي هاي وتعرف لي هاي واخدنا تعريفهم بالدرس السابق ما أعتقد يحتاجنا أي دمرة ثانية ما المقصود بالمصالحات التالية أولا الموجة الحاملة تعريفها هي الموجة الكهرومناطيسية موجة راديوية اللي هي RF يسموها عادة حتى إذا ما كتبت رمز موفة مشكلة ذات تردد عالي يمكن توليدها بالسعمال المذبذب الكهربائي إذ تحمل أو تحمل بالمعلومات إذ تحمل أكو هنا نعد نظمة إذ تحمل بالمعلومات مثل الموجة السمعية ذات تردد الواطئ وتنقل الطاقة لمسافات بعيدة عن مصادرها ثانيا يقول لي شون الموجة المحمولة شون تعريفها الموجة المحمولة هي موجة واطئة التردد يعني AF وقلنا ملازم ملازم نكتب هذا يعني أنا ما نصحك تكتبه نخلي ولا نذني دني تكتبه لين راح تدوخيك صار هو يعدك رموز فخلي بدأ بلا رموز عفوا هي موجة واطئة التردد مثل الموجة السمعية التي تحتوي على المعلومات للمراد رسالها وهي إشارات كهربائية نافعة تخرج من الميكروفون زين شون الموجة المضمنة هاي الطبق راح يصبح الموجة تنذني واحدة على واحدة هي الموجة الناتجة من تحميل الموجة الراديوية بالموجات ذات إشارة كهربائية نافعة اللي هي السمعية وتبث بواسط هواء الإرسال سؤال الثامن نشاهد من الحين لآخر في دور السينما هذا مهم جدا هذا مهم جدا وأعتقد أنه مرشح وبقوة بهاي السنب الوزاري نشاهد من الحين لآخر في دور السينما أو في التلفاز رجال شرطة وهم يحاولون تحديد موقع محطة إرسال لاسل الكسرية وذلك بقيادة سيارة في المناطق المجاورة ومثبت بالسيارة جهاز يتصل به ملف يدور ببطء من فوق ظهر السيارة إشرح طريقة عمل الجهاز الجواب في أثناء دوران ملف الكشف في السيارة وعند تعامد مستواه مع المجال المغناطيسي للموجة الكهراء ومغناطيسي المرسلة من المحطة السرية يتولد أعظم قوة دافعة كهربائية محتثة في الملف لذا نحصل على أعظم مقدار لطاقة التسلم وبالنتجة يمكن تحديد محطة إرسال أو محطة الإرسال السرية مثل ما تعرفون القوة المغناطيسية هي اللي راح تولد لي القوة الدافعة كهربائية بالفصل الثاني أخذنا القوة المغناطيسية وقلنا هي QVB سين ثياتا فش وقت تكون أكبر ما يمكن عندما زاوية يصر عدة تسعين درجة ليش لأنه سين تسعين شي ساوي واحد فرح تحقق أقوى قوة مغناطيسية ورح تطيني أقوى قوة دافعة كهربائية محتثة وبهذا أقدر أحدد أنه هذا الاتجاه أو هذا المكان أجت من عنده القوة نجي للمسائل المسائل هنا كل شيء سهلة أنا حتى خليت أعمدت خليتهم هنا والحل مالتهم حتى تشوفهم لأنه ما يحتاج أن حلهم وعندنا بمسألة جدا خطيرة لازم يشوفها يستعمل جهاز راديو والتقاط محطة إيضائية تعمل على تردد مقدار 840 هيرتز فإذا كانت تردد الدائرة يعني هاي طاني الأف هنا قالي 840 هذا الأف وبالكي لو لازم نحاول نضربه فيه عشرة وسالة موجة بثلاثة عفوا يعني ألف فإذا كانت تردد الدائرة أو إذا كانت دائرة رنين تحتوي على محث مقدارة يعني هذا المعامل الحث الذاتي الطانية والطانية بوحدة الملي وهذا راح أضربه فيه عشرة وسالة بثلاثة بينما هذا راح نضربه فيه عشرة وسالة ثلاثة لأنه هذا كيلو وهذا ملي فما هي سعة المتسعة الواجب توفرها يعني شي يريد ما عندنا؟ يريد ما عندنا السي نجي نطبق قانون الأف أف هو واحد على تو باي الجذر على سي الأف موجودة عندنا نعوضها والأل موجودة عندي عوضها واشطل الرياضيات أوصل إلى نتيجة أنه سي ما يقدر طلع هنا موجودة تحت الجذر فهنا راح نستخدم التربيع فراح نقول له بالتربيع بالتربيع راح أقدر أفتح هذا مالتنا كرياضيات يعني ينحل بسهولة وهنا عندنا خلي بالبالك أنه لازم يتربع عن هذا هنا غلط عندي لازم يتربع هذا لازم يصعدنا أربعة ويطلع عندنا الناتج النهائي هذا اللي هو 0.898 في عشو السالب 9 فرداي أو فراد عفوا هنا عندنا عزيز الطالب هنا عندنا هاي المسألة هي تعتمد فقط على التطبيق يعني قانون صحيح عندك والتطبيق صحيح النوات تجهي مسائل ما يحسبون عليهم مو ذات أهمية شبيرة يعني عندنا المهم أنت شون قاعد تطبق السؤال وهذا يجهي سؤال جاء عليه 5 درجات بالوزاري شوف السؤال الثاني سؤالها مات جدا بايخ خلي نقول ما مدى الأطوال الموجه التي تغطيها محطة أرسال تردداتها في المدى من 540 كيلو إلى 1600 كيلو إذن هاي F وبوحدة كيلو يعني نضربها في عشرة أسموجة بثلاثة وهذه همات F هاي همات F وهمات راح نضربها في عشرة أسموجة بثلاثة لأنه هنا عندنا أيضا بوحدة كيلو هو شيء يريد من أدنى يريد من أدنى طول الموجه فهذا القانون طبق أن طلع طول الموجه الأولى وارجع أطبق نفس القانون طلع طول الموجه الثاني يعني مرة راح نستخدم التردد الأول الثانية اللي هو 540 في عشرة أسمى ثلاثة والمرة الثانية راح نستخدم 1600 في عشرة أسمى ثلاثة وهنا بديهيا راح نبتكسرها على تضوء في شعب الأسئلة اللي هي 3 في عشرة أسمى ثمانية وبالفصول الجاية إن شاء الله ترح تحفظها حتى ما تحتاج الطيك إياها فهنا راح يكون عندنا فقط رياضيات تقسم هذا الرقم على هذا وطلع الناتج وتقسم هذا على هذا وطلع الناتج ودائما الناتج يكون عندي بوحدة المتر هم حل مباشر السؤال اللي بعد يقول ما أقل طول هوائي لسيارة اللازم استقباله إشارة ترددها هالقدر منطيني التردد ومنطينيها ميجا فرح أضربها في عشرة أسموجة بستة زين هو الشي اللي أقول أقل طول هوائي اللي ما عندي ال� زين هل هذا الهوائي مؤرّض لو غير مؤرّض ما دام قال لسيارة إذن هو يعتبر غير مؤرّض يعني شنو غير مؤرّض يعني نصف موجي خوش حتي فأنا حتى أطبق هاي العلاقة شا أحتاج أحتاج اللمده اللمده ما موجودة قدي منطيني F فرح أجي أطلع اللمده بدلالة F تمام رح أطلع لثلاثة متر واجي أقسمها رح يطلع لي واحد باند خمسة متر إذن هذا هو الهوائي حل مباشر باع الأسلة كلها حل مباشر ما بيها أي مشكلة هذا السؤال اللي بعد يقول لي ما طول الموجي منطيني تردد قبل نقسم سرعة الضوء على هذا الرقم يطيني طول الموجي السؤال اللي بعدها ما تردد الموجات الكهرومناطيسية اللي هي A وأول وحدة اللي هي 2.1 هذه A وهي B وهي C وين إجت باع هنا شوية خطأ مطبعي مفروض تجي هناك تحول يمها فإذا نحن نطلع التردد في كل واحدة منها كلها أطوال موجية فبالحالة الأولى تجي تعوض الطول الموجي 2.1 وطلع النتيجة بالحالة الثانية اللي هو البي طلع على 12 متر أو صفر باند أي 12 متر عفواً وطلع النتيجة مالتا وبالحالة الثالثة 120 متر وطلع النتيجة مالتا يعني هم تطريق مباشر ما بي أي فكرة السؤال أبو الفكرة هذا السؤال السؤال الأخير اللي هو وقع انفجار على بعد أربعة كيلو متر وهذه الأربعة كيلو متر تعتبر المسافة أو البعد مرة نسميها X مرة نسميها D كل نفس الشيء ما بي فرق هو ما هي الفترة إحنا رح نسميه D حتى نوحد هذا رح نسميه D حتى ما تدخبي D يعني معناه البعد ما هي الفترة الزمنية بين رؤية راصد للانفجار وسمع صوته مرة رح أسمع أو مرة رح نشوف السرعة اللي يتحرك بها الصوت IoT وطلع منها الزمن المرة رح أطلع السرعة اللي يتحرك بها الضوء وطلع منها الزمن فدلتا تي هذه الدلتا تي هي الفرق بين سراعة الصوت أو الزمن اللي ينترق الصوت حتى يوصل وزمن اللي يحتاج الضوء حتى يوصل يعني الصورة مات فإذاً الدلتا تي هي Ts ناقص D سي رح نطلع به القانون من هناك إجانا إستاذ من هناك box تين author هاي هنا دي منين جانا تي اس تساوي دي على في ارجعك للثالث متوسط او الرابع اعدادي عفوا بالرابع اعدادي اخذنا انه السرعة هي المسافة على اليمن على الزمن كان قدنا هاي الالاقة وسطين في طرفين رح يصير قد تي شي ساوي دي على في فاحنا استخدمنا هاي الالاقة مباشرة هاي استخدمناها المين للصوت البعد مات الصوت اللي هو اربعة كيلو متر نضربه في عشر وستثلاثة براحي سعدي اربعة في عشر وستثلاثة على سرعة الصوت هو منطنياها بالسؤال قايلها هاي سرعة الصوت اللي هي 340 تقسم هذا الرقم على هذا رح توصل لنتيجة مقدار 11.765 ثانية هاي سرعة الصوت هاي المن هاي مات الصوت زيان تجي للثانية تي تي سي اللي هي سرعة الضوء راح تقسم البعد على سرعة الضوء البعد هو أربعة في عشر وستثلاثة على ثلاثة في عشر وستثمانية فالنتيجة لحصل عندي واحد بوانت 33 أو 333 في عشر سالب خمسة ثانية هس نجي نطرحن نقول هذا ناقص هذا فمن تجي تطرحن ببداية لازم تساول المراتب أو تحول لها إلى إشارات بكيفة كتبعد لساول أسس بالنتيجة ماتتا راح تطلع الدكيه داعش بوانت 746 ثانية هاي الفترة الزمنية اللي يريدها وهذا السؤال مهم جدا راح تبكيها بالنون لأنها مهمة جدا جدا حتى ما تنساها فهذا مهم جدا 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 إلى هنا تم بحمد الله ختام الفصل الرابع وإن شاء الله ألتقي إياكم في بداية الفصل الخامس منا أودعكم إن شاء الله والتقيكم على خير في أمان الله فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة